بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كانت أغلب مدنة بيد أبنانا المتظاهرين وكان طالب بإصلاح النظام السياسي وتوفير الحد الأدنى من الأشياء وكانت وفر كرامة وحياة المواطنين ودفعت هذه الحركة التي أسميها الحقيقة ثورة وليس فقط مظاهرات دفعت كثير من الشهداء من شبابنا أبنائنا والكثير من الإصابات الخطيرة من أجل ماذا؟ من أجل كرامة ومستقبل وعلى الضوء تلك الظروف جاءتها الحكومة وتشكلت بوضع صعب جدا اقتصاديا كنا على حافة انهيار اقتصادي حقيقي وكانت تحديات وباء كورونا وكذلك انهيار أسعار النفط وكذلك الصراع الدولي الذي أراد البعض أن يحوله لحديقة خلفية للصراعات الدولية وقليمية والحمد لله وشكر بالصبر وبالحكمة نجحنا بعبور كل هذه التحديات وضعنا خطة إصلاح منذ اللحظة الأولى في الاقتصاد وأسسنا لرؤية اقتصادية جديدة عن طريق الورق البيضاء ورق إصلاحية لم يشد العراق منذ فترة طويلة ونجحت بأن ننقذ اقتصادنا وننتقل به من مرحلة الانهيار إلى مرحلة النمو والآن العراق سجل حسب تقارير دولية معتبرة أسرع نمو بالشرق الأوسط وثاني دولة بالعالم بالنمو بنسبة تسعة فارزة ثلاثة هذا تقرير دولي أؤكد على صحة ما قمت في الحكومة وهذا التقرير صادر بهذا الشهر ولكن هناك من لم يتمنى الحكومة وهذه النجاحات أن تسجل باسم هذه الحكومة فيشكك بكل شيء البعض يقول هالوثيقة قديمة هذا في يوم في شهر اكتوبر صادر هالوثيقة مع كل هذا البعض شكك بإسلاحات حكومة الاقتصادية وشكك بكثير من إجراءات الصحيحة قامتها الحكومة وأحب أن نذكر أنتم موجودين هذه الحكومة عمرها سنتين ونص معناتها جئت من عشرين شهر لم تستلم فقط ستة تشهر من الموازنة مع كل هذا نجحنا بيعبون مرحلة مهمة استلمنا احتياط في مرحلة التراجع كان تسعة واربعين مليار اليوم عندنا احتياط خمسة واثمانين مليار دولار وكان عندنا احتياط بالذهب قريب ستة تسعين طن اليوم عندنا بحدود مية واربع وثلاثين طن ذهب هذه مجدتي اعتباطا البعض يقول أسعار النفط لا مصحح كثير من دول عالم أسعار النفط ارتفعت بس ما صارع تتنمية او نمو ليش الورقة الاصلاحية اللقمنا بيها النقطة الاخرى من اللحظة الاولى كانت عندنا رؤية في اصلاح وزاة المالية اللي تبنىها الوزير السابق وقدمنا مجموعة مشاريع الاصلاح وكانت تلاقي اعتراضات شديدة من بلمانين وكتل سياسية لمنع الاصلاح في وزاة المالية والبقاء على آليات تقليدية متوالة من العصر فذكرت جيدا كيف ان الوزير قدم مشروع المحاسبة الشاملة هذه تطلب أتمتها وتطلب أساليب جديدة الكل حاربها مع كل هذا مشانة بها ولكنها تستغرق وقد المحاسبة الشاملة ساعدنا في إيقاف الهدر والفساد وإيقاف عمل التلاعب في كثير من قضايا كما حصل في موضوع الأمانات في الضرائب التي اعلننا عن كشفها وحاول بعض أن يحمل الفاسدين واللصوص بتحويل التهمة أو الاتهام للحكومة أولا هذا من يخص حكومة يخص دارة من دوار وزارة المالية مع كل هذا أنا أول من نبهت السيد الوزير السابق على هذه الظاهرة في عام 21 وطلبت مننا تتوجيه يقوم بتحقيق وعلى ضوء التحقيق أصدر السيد الوزير المالي السابق الدكتور علاوي أمر بمنع صرف أي أمانات بالضراء بدون الموافقة أو حصول موافقة الوزير وبدأ التحقيق في هذا الموضوع فالبعض يحاول أن يعقل أي نجاح منذ اليوم الأول أعلننا مشروع محاربة الفساد وحاربنا الفساد وتعرضنا لضغوط كبيرة وتهديدات وابتزاز وشفنا هذه الحكومة لم تحصل على رعاية بل لمانية والأسباب معروفة وإنما معارضة مستمرة لأن مصاحب البعض تضررت أعلننا منذ اليوم الأول محاربة الفساد وسوف ننهي آخر يوم من هذه الحكومة بمحاربة الفساد ما تم إعلان عنه عن موضوع الضرائب هو واحد من التحديات الكبيرة التاريخ سوف ينصف هذه الحكومة وسوف تبين التحقيقات التي يقوم بها القضاء بكل هدوء القضاء بدأ بالتحقيقات منذ أشهر وبكل هدوء ولكن البعض عرف أنه المنسلحة توصل فحاول أن يثير رجة ويستغل بعض الظروف لخلق فوضى لكي يغطع الفاسدين حقيقين وأسباب هذه المشكلة عندما لم تنجح الوزارة منذ أكثر من سبوطة السنة على إيجاد نظام أتمة الإلكتروني يتكامل مع العصر مع آليات الحساب الصحيحة لو كانت هذه النظمة موجودة كان موقعنا بهذه المشكلة وهذه القصة مع الأمانات الضريبة ترى عمرها طويل ما لا علاقة بالحكومة عمرها قديم ولكن مع كل هذا اتخاذنا قرار بموضوع المحاسبة الشاملة تم اتخاذها وتنفيذها بس يحتاج وقت لأنها يحتاج إعادة هيكلية وترتيب بعض الإجراءات في الوزارة تم اتخاذها وكذلك تعرفون تتكروني من صارت الضجة على موضوع أتمثة القمارك من صارتنا مشكلة وشانت هناك اعتراضات كثيرة من البعض اللي منعنا ولكن الحمد لله شكر وقعنا اتفاقيات مع الأمم المتحدة لعادة أتبتت بعض مفاصلات المالية ولكنها تحتاج تستخدم سنين طويلة كان مطلوب من عندنا نقوم بها منذ عام 2003 كل دول منطقة قامت بها والأنظمة القماركية اللي اقترحناها تتلائم وتتكامل مع تسعين دول بالعالم ومنظمها كل دول الجوار العراقي لكن مع الأسف الشديد هناك من يحاول أن يبتز الحكومة ويطلع بخطابات شعبوية وابتزازية وللتسقيط هدفها من أي إنجاز لها الحكومة والحمد لله والشكر حققنا الكثير الكثير نفتخر به جميعا كحكومة كوزراء ونلتفت للأصوات النشاز اللي تحاول تبتز تحت عنوين حريصة على المال عام وهي أكثر أطراف متورطة بالهدر وحماية الفاسدين أقول لهم يقول صراحة ما أقول هذا علينا سوينا البعض استغل سياسة الصمت اللي تبنيناها من اللحظة الأولى العراق بمشاكل كثيرة أخوان وتحديات كثيرة وأنا ألتجأت باللحظة الأولى لسياسة الصبر والصمت مريد الكبر المشاكل وندخل في مناكفات سياسية في بيئة الفقر صار جزء من عدها وقلت توفير خدمات وتخصير في التعليم فجينا حتى مرد ندخل في مناكفات نصنع اليأس عد الشعب فقلنا نسكت ونخلي العمل هو يبرز نفسه ونصنع فرصة أمل عد الناس فمرد ندخل في مناكفات تحبط من عزيمة الشعب فتحملت من عيون الناس ومن عيون الشعب العراقي الكثير من الاتهامات والافتراءات وحتى محاولات الاختيال تعرضت ثلاث محاولات الاختيال وسكت وصبرت ولم أطور الموضوع بالرغم أن المحاولة الأخيرة كان هناك ضغوط دولية تدويل القضية رفضت التدويل حماية من أجل العراق والعراقيين وسكتنا ولكن هناك من يحاول أن يشكك بأي خطوة بالحكومة بأي خطوة تقوم بيد صاحي العراقيين مع كل هذا أن يهني ويجب أن نحمي كل من رفع راية محاربة الفساد والناس ترف الحقيقة هذه المواقع أو الحملة للتشويش وعكس أو انحراف محاولة حرف التحقيق أو التأثير عليه بتهم باطلة الناس تعرفت من تنطوي هذه اللاعب عن الناس الناس عرفت من الفاسدين ويعرفون كحيتان كبيرة وراء هذه العملية وهناك وهناك أطراف عديدة حاولت تضغط صورة مباشرة غير مباشرة أن الوزارة متقوم بإجراءاتها هذه مع كل هذا نحن معرفة ما يحصل على الأرض الدولة تعرف كل شي كل شي تعرف ولا قاتل الدولة تريد أن تفتح من الفاتسة وزلازل ترى الوضع ما يتحمل زلازل يتحمل بناء يتحمل بناء ويتحمل صبر من أجل مستقبل العراقيين أجل المستقبل العراق فأنا فقط أريد أن أقول أشكر كل سهل الوزراء الذين اتزموا بالتوجيهات اتزموا في صيانة المال العام وكذلك محاولتهم من تقديم خدمات بأصعب الظروف ما مرأ العراق حكومة بقى سنتين نص بدون موازنة بس نتنس تتشر ما مرأت كيف اشتغلت إنجحنا نحول اقتصادنا نومين هار ومنين لنوع من النمو الاقتصادي في عالم يعيش تراجع كبير وتحديات كبيرة في كل دول عالم الحمد لله شكر حصلنا على المركز الثاني عالميا بالنمو واليوم وزعنا عليكم إنجازات حكومة العام الماضي مثل هذا الوقت وزعنا جزء أول واليوم ننهي عمرها الحكومة مع تقديم التقرير للأداء الحكومي ونسبة إنجاز به نسبة كلش عالية البعض يشكل علي إنه التسويق ما تقطعك نعم إنه خلت بالتسويق لما اعتمدنا على المال الفاسد بصناعة جيوش الكترونية أنا لا أمن بجيوش الكترونية وأمن إن في السياسة يجب أن تكون هناك حد أدنى من صفات الفرسان وقيم الأخلاق في العمل السياسي لأننا نعمل من أجل الشعب وليس نعمل من أجل أجندات حزبية ضيقة أو مثهبية أو أثنية نعمل من أجل الناس وخدمة الناس ولهذا أحب أن أذكر ما أكو حكومة أو دولة ناجحة أو فاشلة عندها ثروات الدولة الناجحة التي تستثمر بعقول الناس بعقول الشعب هاي كثير من دول عالم عندها ثروات ولكن فاشلة وكثير من دول عالم ما تم تلك ثروات ولكن دول ناجحة اليوم عندنا سنجابور نموذج دايواند دول صغيرة تمتدك رابع وخامس احتياطي بالعالم حتى حصوا معتهم يستوردون حتى حصوا معتهم يستوردون ولكن بينهم الدول الكبيرة اتحلت إلى يقونات العراق يمتلك التاريخ ويمتلك الكفاءة ويمتلك جيد شبابي ويمتلك ثروات ويمتلك جغرافي وتاريخ وثقافة فكل مقومات الناجحة موجودة عندنا لنحتاج الأبوة والنحتاجه هو كذلك الصدق في التعاطي مع ملفات تقدم شعبنا وتقدم ناسنا هناك كلام مرة ثانية أطلب من القوى السياسية دعم الحكومة القادمة وإعطاءه وإعطاء فسحة لستيدريس وزراء المكلف أن يقوم بهمتك في أسحى وقت وتهيئون نفسكم ملفات فيما يخص استيم زملاءكم من وزارة القادمين كل وزارة وزارتها أحب أشكركم وأشكر جميع من دعم هذه الحكومة وبكل تأكيد رهاننا وأمننا بالشعب العراقي أن يكون يتفاعل وعند أمل بأنه المستقبل يكون أفضل من حاضره